للمعلوماتك مع قناة الطب العشاء المعاصر والدكتور عماد الهاشي كنوا معنا وإليكم هذه المعلومة أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين عدنا دكتور عندي شعر خشن بذقين وأرسلت وماكو جواب فنأخذ الترمس المر ونأخذ الشومر حبة حلوة أو الرازيانج ونأخذ السعد نبات السعد بنسبة واحد إلى واحد إلى واحد نطحنها نسويها باودر ونعجنها بمي عادي ونزيل الشعر أول شيء بالملقط أو بواسطة شيء ما يقطع الشعر يعني نزيلها من البصيلة وبعد أن ارتاح الوجه أخلي اللبخة وأنتظرها قبل ما تجف لمدة نص ساعة تقريبا ثم أخسلها أكرر ثلاث مرات يومين هاي اللبخة بعد إزالة الشعر ولمدة ثلاثة أيام ثم أنتظر بعدها يظهر الشعر وسوي نفس العملية أزيلها وشوفوا شنون يبدأ يقل المدة زمنية تتباعد ويقل سمك وقوة الشعر الجوزي شوي يزيد بس يقل سمكها ولونها أيضا يبدأ ينقصر ويستقريب من لون الجسم لحيث أنه الست أو البنت اللي تتعاني من هاي المشكلة بدل ما تزيلها وتنظفتها كل أسبوع يصير كل أسبوعين ثم كل شهر ثم كل شهرين وستة أشهر ووصلنا بعض الحالات أنه اختفى لمدة سنة أن بعض البنات اللي عندهم الهرمون الأنثوي عالي والهرمون الذكري واطع جدا اختفى لمدة سنة كاملة وهكذا استجابتها بس على الأقل راح ترتاح شهر كامل من التنظيم في الوجه وايخ الشي لا مأسة به عجينة الشومر والشبنت لإزالة الشعر للخشن تفيد وشون استعمله نعم أسحنا دا نقول الشومر والحبة حلوة أو الشبنت ممكن يكون أيضا بزر ببحده وهي نبات السعد اللي هو السايبروس روتندس وكذلك الترمس الترمس وهذا بذور الترمس المر النباتات المعروفة ينطحن ويستعمل كعجينة وتلبخ على المكانة بإزالة الشعر مثل ما ذكرنا ما هو الشومر؟ الشومر هو الحبة حلوة كما تسمى في بغداد أو الرازيانج كما تسمى في طب العرب القديم أو في الموصل والاسم العلمي للشومر هو الفونيكولم فولكس وتسمى الفنل باللغة الإنجليزية أيضا والشومر هو شمار في مناطق الغربية والمناطق الجنوبية والشمري هو لقب لعشيرة هي مأخوذ من أصلا الشومارو باللغة الأكادية القديمة فشمارو معناها شمار وهو الحبة حلوة أو الرازيانج وتسمى الشمرة أيضا في بعض الولدان وسامحونا والأخوة والأخوات اللي بعثونا الرسائل ومقدر نجاوبها غفر الله لنا ولكم إلى اللقاء غدا إن شاء الله السلام عليكم